اهلا وسهلا بحضراتكو هنبدأ مع بعض دلوقات شغل رمسيس الثاني على قدنا اللي مين اللي هو الجانب الجنوبي من صالة الاعمدة المنظر الاول هنبدأ من ناحية الغربية قد المنظر تقديمه عادية جدا هنبدأ ماشين مع بعض حطة حط بيقدم او بيتعبد قدام امونكا موتف بيقدم له بقات الظهور ثم المنظر الاشهر على الجدار ده منظر صيد الطيور الملك رمسيس في منظر صيد الطيور مع حرص وخنم بيصطاده كل انواع الطيور اللي بيفتح لهم او بيديهم الاشارة هو جحوتي ويفرد الحبل مش قادر يدي الصوت عشان الطيور مطرش واللوافة بتعمل عملية الاحصاء هنا هي مين وراه سيشات تمت عملية صيد الطيور وتجمحها في الشبك خدها رمسيس الثاني بتاج الوجه البحري الاحمر وهو يتاج نحو امون وموت وخنصه وبيقدم لهم الطيور وبيقول انه بيقدم له كل الخيرات والاشياء او الخير اللي جاله من الالهة المختلفة يعني بيقدم له كل الخيرات الحاجة اللي انبية ثم رمسيس بيؤكد انه يسير على العهد مع ابيه الملك سيتي الاول المقدس زي ما هو بيذكر هنا وبيحرق له البخور وبيقدم له القرابين المطهرة او بيحرق امامه البخور المقدسة كأنه بيتعبد امام سيتي الاول المقدس وخلفه الكا بتاعته بتاعت سيتي الاول بطبيعة الحالي خنومه يطهر الملك بالاناة بتاع الحس وراه وقف الملك وبعدين انظروا المنظر الخنوم الملك واقف كأنه الكاهن الملك بصوا المنظر اللي وراه جميل قوي الملك خارج من الاسر بتاعه المنظر على الشمال الملك خارج من اسره وبعد ذلك خنوم الخنوم يقول له جدمدو سب خمت كلام بيقوله ثلاث مرات وعب 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 يعني بيتطهروا ايها المطهر 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 بعد ما يخلص ممتو واتوم يخدوه بقى يدخلوا بيه الى معبد امون عشان يدخل قدام امون امون يقعد الملك بالتاج الخبرش ياخد من امون الحكم والانتصار كحورة جحوتي يكتب له على كل ارقام بتاعت السنين حفن رنبوت امحبوه مئات الاف السنين من الاعياد وراسي شاد بتقدم هي كمان مئات الاف السنين من الاعياد بعد كده يجي الملك يقوم بعملية التطهير بايناء النمسط باون النمسط قدام تمثال ابوه الملك من معتراع سيتي الاول بعد كده المنظر التقليدي للدخول لمقصورة مين المقدسة الملك بيحتضن مين شايفين هنا القضيب المنتصب كأنه يكاد يخرج منه عشان يلامس وورا موجود الحبل اللي بيحيد بيقفل على علامة الايات والمقصورة بتاعت مين الاولى اللي امون اخدها وورا الالها امون بعد كده الملك في منظر بديع نادر لما كان يتكرر وهو بيتبح الوعل قدام امون التضحية بحيوان حي امام امون واموت وخنصه نوع من القربان اللي بيعبر بيه الملك عن ارتباطه بيه الملك الاله اللي بيجيله وهو بيقدم لقصات كده مئات الالاف السنين وسنوات الابدية على عرش البلاد ريجيستر اللي بعض نلاقي رمسي ستين بتاج الخبرش وسرحات امون المركب امون المركب الملك في المنتصب اللي في المنتصب دايبا هو اللي وازنه فيقف هو في المنتصب الملك بتاج الخبرش بيحرق البخورة وهو وينين بيفتح الطريق وينين نسوت نبتوي الفتح انه كيلونة ملك مصر العليا والسفلة اللي بيعمل كل الامان بيعمل اطلاق البخور قدام مركب امون بعدين بلاقي الملك في المنتصب قدام الوشوش السقط دي ارواح بوتو ارواح الشمال وهي ماشية بتيجي يبقى الملك بيوزن المركب معاه باو بوتو ومعاه باو نخن الملك هنا بيوزن المركب اللي بتحملها ارواح الشمال والجنوب فكأنه كده بيعلن السيطرة الكاملة على البلاد ارضاء اللي قالهة الشمال والجنوب بعد كده الملك خلق في المركب مش يتطمن يدخل بقى امون قاعد ورا خنسه موت بتسبت تاج الخبرش على رأسه امون بيديله مئات الالاف السنين من الاعياد ثالوس طيبة بيطمئن للملك الراكى امامه انه يستحق ان يكون ملكا على مصر العليا والسفلة برعاية الثالوس بعد كده بيلاقي المنظر بيجيلي الكاهن ايون موتف شايفين منظر رمسيس وروعة النقش بتاعه لازال فن سيتي يمكن مؤثر سنة في المرحلة شايفين علامة الحب المتدلية من العصايا اللي في ايد الاله شايفين ايد موت وهي بتسند على الختاج والملك بيتلقى كل ده وبيتلقى في ايده اللي مين اللي سنده على كدفه علامة الحكاة خلاص الملك اعلن جحوتي كتب العلامة الرمبت كتب الالقاب الملكية الخمسة حركاناخت مريمات كذا كذا ويجي عندي اليوم موتف يعلن موافقة امون على ان الملك ده يكون ملك على مصر العليا والسفلة امام مجمع الهي من خمستاشر اله موجودين بيمثله التاسوع الالهي الاكبر اللي موجود عندي فيه الكارنك موجود مونتو موجود جحوتي وموجود حطحور موجود الاليها المختلفة اللي بتمثل التاسوع نبدأ بقى الحائط الجزء الشرقي يعني احنا اخدنا الجزء الغرب اللي هو ايمين يعني اللي انت بصص على حيطة رمسيس هتبقى ايمين بعد كده تعدي البوابة اللي هناخدها دلوقتي بعد كده تدخل الشمال اللي هتبقى الناحى الشريك اول منظر حلوة اله بتعمل علامة النيني بترحب بالملك لو شايفين الملك حلاه تلاتة وراء ارواح نخم شكل ابن اوا تلاتة ارواح السقر اللي هم ارواح بوتو الملك في النص وقدامه وجهة ونخبت كأن رباط الشمال والجنوب بيعملوا عملية الحماية للملك وبيقدموا لي اله اللي بترحب به الاله هنا قد تكون حطحور او ازيس المنظر اللي بعده منظر من المناظر الجميلة اوي الملك بيتلقى السولاجانات والقوة بتاعته كملك من امون ورا موت ورا خنصه واضح اوي امون وخنصه وضهره موجود جحوتي واضح من الضهر اللي جحوتي اللي بيديله كمان عملية الالقاب او بيديله السولاجانات الملكية وبيسجل كل هذه الامور بعد كده الملك بييجي قدام امون راعه بيقدم بقات الظهور لامون راعه اللي جالسه خلفه اليها قد تكون هي المعبودة موت اللي بتكمل ليه المنظر بتاع الثالوس منظر اللي بعده الملك رامسيس الثاني واقف بيقدم القرابين المقدسة على المركب المقدس بليستة القرابين للمقدس من معه راعه اللي هو هنا سيتي الاول اللي وراه اللي قدامه تمثاله على هيئة ابو الهول وراه علامة العنق كأنه هو الملك اللي العنق الواصل كأنه خد الحياة وخد القوة من ابوه اللي هو الملك رامسيس السيتي الاول المنظر اللي بعد كده الملك واقف او الملك بيشكل على هيئة الطفل من الاله خنم خنم يمكن الجزء المكسور لكن عجلة الفخار خنم الهيروغليفي هنا هو اللي بيحكي للقص بيقول انه خنم بيشكل الغرد ايك انه هو هيعمله اتم غرد ايك اللي هيكمل طفولتك او هيشكل طفولتك ومكتوبة قدام خنمه عند رجله مكتوب قد ايك وي انت هتشكلني ان هكون مكي انكمت هكون انا الشخص اللي هيكون نبقي انكمت هكون انا السيد علامة وفي اله وقفة امامه بتتابع هذا المنظر بعد كده المنظر الاخير عندي هنا بيمثل الملك في منظرين بيرضع من اله غالبا هي حطحور ثم المنظر اللي بعدها الملك هو اصبح شخص كامل كشخص ملكي بيتلقى العرش والحياة من امون وخلفه المعبود خنصه اللي بيمسك علامة الحياة نجي بقى نشوف المرزر الجميل للملك بتاج القاطف دخل في لعبة اوزوريس لان بيقدام امون بيقدم له الاربع عجول العجول الاربع الموجودين قدامي هم مين؟ بصوا للاربع هتلاقي قدام راس كل واحد اسمه واحد اسمه واج التاني اسمه ديشر التالت اسمه حج الرابع اسمه كم هنا واج اخضر ديشر احمر حج ابيض كم اصمر مصر يا خضرة يا حمر يا خضرة يا سودا يبيضة يا حمر الاربع دول هم الاربع اللي بيحموا قبر اوزير من اي شخص يعتدع المثبتين لقبر اوزير لما الملك يقدمهم هو بيعلن امام امون انه بيحافظ على قبر اوزير وبيجعل من اوزير هو الاله المحم من الالهة دي هنا بعد كده بشوف المنظر اللي بعده بلاقي منظر من اجمل المناظر اللي بنشوفه في كل المعاب الملك بيتوج على علامة سماتوي يمسك علامة الحكاة ومع حية الكبرى مع شكل قريب للنمس جحوتي وحورص هم اللي بيقوموا بعملية وضع التثبيت للشمال والجنوب هنا بعد كده بنشوف الملك قاعد بيتلقى علامة الحبسة شايفين ايده بتتمدل زي بيتلقى مع علامة العنخ والحكاة والوسط الملك امون بيديله مئات الالاف وورا امون موجودة الالهة نيت وورا الملك موجودة الالهة موت ورد حكاوه بتديله مئات الاف السنين من الاعياد زي المنظر التقليدي اللي احنا متعودين عليه اخر المناظر بشوف في منظر حلوة قوي للملك وبيعمل خنب حسيه جارية او تقصة الحسيه مع الطور جزء من الحبسة بيعمله امام الاله امون اللي موجود على هيهة امون كامو تقفه بيهبه كل الحياة موجود الملك امامه هو بيجري التقصة دي بتمثل واحدة من اهم التقصات اللي كانت موجودة في المعابد واللي بها الملك بيعلن استمراره على العرش بمعية الاله وبيضراؤه في نفس الوقت الصف الاوسط بلاقي الملك واقف قدام مقصورة المقصورة فيها تمثال التمثال اللي بيستاجل خبرش مع علامات الملك بيقدم القرابين وبيفتتح ملات القرابين لمين لابوه الملك سيتي الاول المقدس هنا بيتعامل مع ابوه المقدس والملك هنا لو انتم خدتوا بالكم هتلاقوا جلد الفهد ده هو كاهن سم ده هو مش كاهن عادي يعني هو كاهن سم هو اللي بيقدم له بعد كده بيكرس السنادي الاربع اللي بترمز للاركان وللقضاء على الاعداء قدام امون وبيضرب بالعصى بتاعته لافتتاح الاركان الاربع لتثبيت العدالة والقضاء على الاعداء وحرقهم وامام امون اللي بيتلقى ده على مائدة قربان عليها بقاط الظهور ثم الملك بيتوج كملك مصر العليا والسفل مين بقى اللي بيتوج وجهة ونغبت قاعدين حضنينه ومسكينه من عنده كوعه فكأن حكاية كوعه دي بيدوله الخصوبة لكن حورس وجحوتي كل واحد بيسبت له التاج من ناحية بشكل جميل كأن الملك يجلس في معية الالهة كل الالهة في الشمال والجنوب والالهة الحامية والمطهرة مع الملك رمسيس التاني في منظر من المناظر الجميلة اللي رمسيس عودنا عليها كأنه بيقدم لامون نفسه وكأنه بيقول انا وانت في حاشية او في معية بعض اسر معترع الملك بيحمل اسمه وكأنه بيقدمه كقربان امام الاله وكأنه بيعلن رضاء على فكرة المنظر ده نعتقد انه قد يكون من السنتين التلاتة الاولانين لو حدوك خطوا بالكم الخرطوش اسر معترع ولما شرحنا مع عبد النوبة لو حضراتكم فاكرين قلنا انه لما يذكر اسر معترع بدون بقية الدباجة سيتب انرع يبقى انا في السنتين الاولتين من حكم رمسيس التاني على الجدار بقى بناخد الجزء السفلي بنلاقي اربع مناصر الاول من اللي مين المنظر بشكل عام رمسيس بتخبرش قدام مركب امون والمركب والرموز اللي تحت وثم المركب بتاعت خنصه ومركب موت واقف معها تمثال مقدس ده للسيتي الاول رمسيس بيذكر ابوه الملك سيتي الاول الرموز اللي عندي هنا موجودة موجودة علامة العنخ موجودة الرمز بتاع حورس موجودة الرمز بتاع وبووات موجودة مجموعة من الرموز بتاعت اوزوريس موجودة السيسترو بتاعت حور كأنه موجود فوق معبد بعد كده بلاقي المنظر اللي بياليه الملك المنظر اللي انا قلت لحضراتكم عليه اللي هو التفصيل بتاعه اللي سيتي الاول قدام المركب بتاعت موت وخنصه كأنه هو جزء مكمل لهم وكأنه اصبح الهيئة المقدسة ثم يأتي المنظر اللي يليه ويمثل الملك وبيقدم القرابين من الاضحية والمتبوحة امام امون وورا امون موجودة الالهة نيت اللي موجودة خلفه اللي بتقول اللي هي التبطة اللي هي موجودة على الارض وبعدين بتقوله ان هي هتديك ابو امون بيقوله انها هيجعلك الدنيا كلها تحت نعلك ثم الملك يدخل الى امون بصحبة الهين انها هيدخل ان احنا عقئر حطعاء ان احنا هندخلك للبيت العظيم من مونتو بيديله العنخ واتوم بيمسكه في ايده كأنه بيصطحب من مونتو رب الجنوب واتوم رب الشمال ثم المنظر اللي احنا شرحنا بالتفصيل المعسيت الاول مش هنعيده شجرة الايشب التتويج الحوت سر بيت القاضي وامونو موتو خنصو بيطوب لكن اجمل ما في المنظر هو التفصيلة الاخيرة ان جحوتي بصوا ورقة الشجر دي القصة ورقة الشجر جحوتي بيجي على كل ورقة ويكتب اسر بعتراع اللي هو لقب الملك رمسيس التاني خلصنا الجنبين الشرقي والغربي لكن في بابة بيفصل بابة الاثنين الباب من فوق منظر تراديشنال جدا تقليد الملك بيعمل الحسي مرة بالتاج الاحمر مع امونو وخنصو مرة بالتاج الابيض مع امونو موت على ده العتب من فوق الكتب في الشمال وانت وايه هتلاقي الملك بيقدم القيرتت اللبن بيقدمه الامون وراموت وبعدين الملك بيقدم قربين اللي هي البخور قدام امون وراء ايزيس موجود اسمها واضح جدا بعد كده الملك بيقدم القربين من فازل اللي بيقدم ايناع النمسد لامون ووراء امون موجود الملك سيتي الاول المقدس او المؤله على النحية التانية الملك بيقدم الفاز بتاع اللبن او الارتت بردو بس بيقدمه من مرة دي له امون وموت بعدين بيقدم قربين وبيحرق بخور قدام او بيقدم النمسه الثاني ممكن نمسه الظهرة قدام هنا أفضل قدام امون ووراء امون موجودة حسب النص الهيروليفي وآخر منظر الملك بيحرق البخول قدام أمون وراء أمون موجود من معي طرع اللي هو سيتي الأول الملك المؤلة ليجي ما من بره من بره خلاص أنا تعود سيتي الأول علمني حاجة قال لي النتيجة من بره هتحط لي مناظر حربي رامسيس يبقى مناظر حروب السورية في السنة الأولى والربعة وطبعا الحرب الشهيرة في السنة الخمسة ضد قادش على الجدران بتاعتها بلاقي مثلا الشعر أو القصيدة أو النص الشعري الكبير اللي بيحكي الانتصارات والعظمة وده لازم نقراب الراحة وحنقراب كويس قوي لما نترس رامسيس التاني في محاضرات أو في لقاءات التاريخ بتاعتنا اللي بتكلمنا طبعا المناظر التقليدية الملك يجيب الأعداء هنا يمكن مش بفضل للجزء العلو الملك جاب الأعداء مربطين وبيقدمهم لأمون وأمون قعد وخلف أمون موجودة غالبا اللي اللي هموت يعني هنا بيبقى الثالوس المقدس الملك بييجي بعد كده وبيضرب الأعداء بلاها أسماء مدن على فكرة بلاها أسماء مدن بعض المدن أسماء موجودة بعدها أسماء مفقودة العجلة الحربية والجيش المصر هو بيتحرك خلوا بالكم كل ده بغاس كوي عاصمة الحسيين بتحكي لي عكسه وبتقول لي أن اللي قاله رامسيس مش كله صح باج ألاقي عشان نفس المناظر بلاقي الباب من بره اللي هو بيقابل الباب اللي من جه علي من العتب الحسيين الملك بيعملها وتقدمة القرابين والكتفين من الجنبين أو الجنبين عليهم نفس مناظر القرابين التقليدية اللي احنا متعودين ان احنا نشوفها الحروب بتاعة رامسيس بلاقي العجلة الحربية بتاعه أبناءه معهما بيرفعوا ديهم تعبيل الانتصار بلاقي واحد منهم بيرفع ايده ده تعبيل المهلل بالانتصار على الرغم من أن الملك في بعض المناظر هنا بيقول وكنت أحارب بمفردي الملك بيطلق السهام على الأعداء اللي بيسقطوا أرضا وأمامه أحد القادة بتوعه وبيرفع الأسرة دول وبيقدمهم أمام الملك آخر المناظر اللي هنشوفه هنا بعد الملك ما ييجي بالعجلة الحربية ويدمر المدن السورية ومدن الحيثيين وقادش بييجي الملك يرجع وهو مربط من على الشاريوت بتاعته بحركة رجل غير عادية رامسيس كأنه حيطلع على الشاريوت بصوا حضراتكم رجل رامسيس هنا رامسيس كأنه بيرفع رجله كأنه حيطلع على الشاريوت بتاعته وبيجر الأسرة رفعت الرجل هنا كأنه بيدي له قوة دفع من كثرة عدد الأسرة اللي هو بيسحبهم معاه وبيدخل بيهم إلى مصر عشان يقدم لأمون مرحبا به أمون ومستقبلا أسرة وأعداء مصر وأمون قصاد كده يختم معاه بإنه بيقدم له سيف الانتصار الخبش تعبير عن قوة الملكية المصرية وسيطرتها قوة الملكية المصرية وسيطرتها على كل أعداء مصر من كل مكان كده مصر دايما هي قوتها في قوتها في عظمتها في جيشها اللي ما بينحنيش أبدا وبيتلقى دايما سيوف الانتصار والرضى من الشعب فيديو طويل شوية لكن مناظره كانت مهمة جدا بالنسبة لنا في الكارنك اللي جاي أفضل إن شاء الله في الكارنك هنتكلم على فناء الخبيئة هنتكلم على الصروح بقية الصروح الشرقية إن شاء الله لغاية قدس الأقدس والأخ منه وبعدين الصروح الجنوب لذال الكارنك يعج بالأسرار اللي بنحاول إن احنا نقراها مع بعض أشكر حضراتكو وأشوفكو في الفيديو اللي جاي بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة